فأي كورونا انتشرت في العالم سمعة الأحزاب الحاكمة في العراق فما رسم من اضطهاد للمسيح هو ليس الواقع الاجتماعي الحقيقي بل هي كما أشار مختصون ممارسات من قبل جهات سياسية متنفذة جعلت من لوي الساكو أن يخرج بتصريح ذم فيه ممارسات الأحزاب وطلب الاستعانة بالبابة للحد من هذه الممارسات طالما حذرنا من أن العراق بتجربة العراق السياسية ما بعد 2003 ربما نقلت صورة مشوهة للواقع الحقيقي الاجتماعي على قل تقدير للواقع الاجتماعي الموجود في العراق العراق يتكون من طوائف متعددة الأخوة المسيح الحقيقة تحديدا تعرضوا لظلم كبير وفادح وتعرضوا لقتل لتهجير لسرقة ممتلكاتهم لتحويل ممتلكاتهم هذه الأحزاب كيف تشكلت عن طريق قوة سياسية تم انتخابها في الانتخابات لذلك اليوم نحن نتكلم على شيء ماضى نتكلم على مرحلة جديدة إذا أردنا أن نغير فعلا وأن نحارب الفساد وأن نقطع الطريق على مثل ما يدعون بعض الأحزاب التي تؤسس لي شيء ظلم الشعب وظلم الوطن والمواطن اليوم عندنا ميدان مفتوح لدينا انتخابات ولدينا اليوم قوة سياسية ستشارك علينا أن نقطع الطريق عليهم ونقوم بانتخاب الشخصيات التي فعلا تمثلنا خير تمثيل تشارك في تغيير خارطة القوة السياسية بالتالي تشكل حكومة تستطيع أن تعبر عن أمال الشعب وطموهاته أحزاب وجهات سياسية عانى منها العراق بطوائفه كافة على مدار الأعوام السابقة وكما بين مراقبين أن العراق بحاجة إلى تغيير فعلي في الانتخابات القادمة لاختيار شخص مناسب والدفع بمن أساء إلى سمعة العراق قناة الرشيد عمار غسان بغداد